رغم مرور ثماني سنوات على تحرير شنجال من عصابات تنظيم داعش بسواعد قوات البشمرقة الأبطال ما زال سكان المنطقة يئنون تحت وطأة سوء الخدمات والاضطرابات الأمنية وباتت العوضاع تسير من سيء إلى أسوأ فضلا عن عدم البدء بعادة الإعمار قياسا بما لحق بالقضاء من أضرار ودمار في البنية التحتية في ظل وجود شكلي للمؤسسات الحكومية والأمنية إلى أن الهيمنة الحقيقية عليها بيد قوات غير قانونية الخدمات خلال الثمان سنوات المغض ولكن ليس بمستوى الطموح الذي نطمح إليه قياسا بالدمار الذي حصل بسنجار وقياسا يعني حجم البنية التحتية التي اتدمرت في الثالث عشر من تشرين الأول عام 2015 تمكنت قوات البشمرقة وبإشراف مباشر من الرئيس مسعود بارزاني من تحرير قضاء شنجال غربي نينو بعد 48 ساعة من بدء العملية التي أسندت جويا من التحالف الدولي العملية تمت بإشراف من السيد البارزاني كقائد عام للقوات المسلحة في كردستان والعملية كانت عملية ناجحة حيث من خلال 48 ساعة فقط تم تحرير قضاء سنجار بالكامل من الإرهابيين المتوحشين من داعش وكانت النتيجة إيجابية ومئة بالمئة حيث كانت القوات تحت إمرة سيادته وبهذه الإمرة الحكيمة وبهذه القيادة الحكيمة تم تحرير القضاء بالكامل من الدواعش الذين أصبحوا أسطورة إرهابية في القرن الواحد والعشرين ويذكر أن تنظيم داعش اجتاح قضاء شنجال في الثالث من شهر آب من عام 2014 حيث ارتكب أفضع الجرائم ضد الكرد الأيزيديين والشنجاليين بصورة عامة ورغم مرور كل هذه السنوات على الكادثة التي حلت بالمنطقة فلا حلول قريبة تلوح في الأفق على الرغم من الاتفاقية التي وقعتها حكومة أقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية برعاية الأمم المتحدة لعادة تطبيع الأوضاع في شنجال لقناة زالراز الفضائية بوار داخاز دهور